زار الحقيقة وفد وزاري من الشخصيات العامة مسجد الوسيم بالشيخ زويد والمسجد الحقيقة ده لمتابعة عملية تطويره وافتتاحه شايفين دي صور المسجد فضلا عن زيارة جمعية الوسيم وملحقتها لمتابعة المساعدات المقدمة للأهالي وتدشين عملية أيضا التوزيع فضلا عن الإعلان عن مسابقة كبرى لتحفيظ القرآن وجوائزها أيضا الموجودة وقالية التقدم لهذه المسابقة كما تفقد الوفد أيضا مجموعة من القرى بالعريش من بينها قرى الحسينات والوفاق وأبو طويلة في شمال سيناء استعدادا لبدء تطوير هذه القرى وتوزيع المساعدات على الأهالي وتابع الوفد أيضا عملية توزيع المساعدات الإنسانية على أهالي المنطقة فضلا عن متابعة الاستعدادات النهائية لتطوير أماكن الزيارة زي ما حضراتكم شفتم أنا ببقى سعيدة جدا الحقيقة العريش يعني كل يوم فيها تطوير وفيها أيضا أشياء كثيرة بيتم تطويرها طول الوقت